كونفيديراليا إفريقية يعني ما زال تسير بطريقة يعني غريبة يعني ما زال تخلف في هذه الكونفيديراليا يعني منذ تيشيما يعني للآن والجزائر تتعرض لخيانات وتتعرض ل يعني قرارات مجحفة اليوم يعني كنت تكلموا على إقصاء تكلمت أنت على محرز وتكلمت على الاتحاد العاصمة يعني اليوم مهزلة بكل مقاييس يعني هنا اليوم لازم كما يقولوا باللغة الفرنسية يفتيري لصونة الضالة دق ناقص الخطر دق ناقص الخطر ولازم رد فعل لازم ضرك أسمع عيني من الكلام الكلام على بنابلك هذه كونفيديراليا مافياوية هذه كونفيديراليا ما تحبش الجزائر هذه كونفيديراليا يعني تعمل مصالح لبعض الدول على الأخرى اليوم الجزائر هي ضحية ضحية بلك مواقفها السياسية أم لا ضحية مواقفها في هذه كونفيديراليا باش نتاعي اليوم حتى في الجوائز يعني حتى في الجوائز ندير السياسة يعني والله عيب عيب وعاء مصطفى هل ترى أن هذا هناك هل يمكن أن نقولها صراحة هناك لوبيات داخل الكعف لوبي يسير هذه الاتحادية شو فانا كنت كنوا عن لوبيات نقدر نتفهم أن الجزائر مثلا تقصى من احتضان كان 2025 و 2027 نقدر نتفهم يعني يعطيونا حكم منحاز مرتشي باش يخسر الفريق الوطني لكن العالم بأسره شاف اللاعبين ولا الفرق ولا المدربين يعني برزو أثناء العام يعني أنت متقداش صراقي يعني يعني كل شي كين استاتيستي كين بيلون كين يعني سيفريكو هذا يعني سدي فوت مي لفوت هنا الفوت في إفريقيا الفوت يعني جامي جرى في ظروف عادية لكن